تنتظر تايوان وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين التي تعهدت بتدفيع واشنطن الثمن لهذه الزيارة وفي حين رفعت لافتات في مطار تايبي ترحيبا بزيارة بلوسي قالت ناطقة باسم الخارجية الصينية إن الجانب الأمريكي سيتحمل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية توطر ترجم باستعراض للسفن الحربية الأمريكية التي نفذت عملية انتشار اعتيادية شرق الجزيرة التايوانية وأكد مسؤول بالبحرية الأمريكية لرويترز أن حاملة طائرات رورنالد ريغين عبرت بحر الصين الجنوبي وهي حاليا في بحر الفلبين شرق تايوان والفلبين وجنوب اليابان وتعمل حاملة طائرات المتمركزة في اليابان مع الصواريخ الموجهة أنتام والمدمرة هينجرز وأوضح مسؤول في البحرية الأمريكية لرويترز أن سفينة الهجوم البرلمائي تروبولي أيضا في المنطقة في إطار انتشار بدأ في أوائل مايو الماضي التهديدات الصينية أجبرت تايوان على الاستعداد لغارات جوية وتخصيص ملاجئ في المساحات تحت الأرض حيث يمكن للناس الاحتماء ويوجد في عاصمة تايوان تايبي أكثر من 4600 مأوى من هذا القبيل يمكن أن تستوعب حوالي 12 مليون شخص أي أكثر من أربعة أضعاف عدى سكانها الإطاريسية حتى في عاصمة تأكبر لذلك الوصح Luke لأننا لجعلنا نفتغل جدا يجب أن نفتغل ما سأكبر لأننا أهرباء يجب أن نفتغل جدا أليس التأكبر أن تعالي أنت نفتغل جدا هذا لا يمكن أن تدخل جدا يمكن أن تدخل جدا ك pallet أعتبر وليض أعتبر لك كما نفتغل جدا كما تستئل جدا لا تكبر يمكن أن تدخل جدا الكريملين دخل على خط الزيارة المتوقعة واعتبر أن زيارة بلوسي إلى تايوان من شأنها تأجيج التوتر في المنطقة ووصف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف زيارة بلوسي المرتقبة بالاستفزازية بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو تدعم مفضل الصين الواحدة وترفض أي محاولات لاستقلال تايوان تعود جذور القضية إلى عام 1949 عندما فر زعيم حزب الكومانتانج القومي الحاكم في الصين إلى تايوان وشكل حكومة منفصلة بعدما خسر الحرب لصالح القوة الشيوعية بقيادة موتي سوتونغ ومن هناك وصل المطالبة بكامل الصين البر الرئيسي الصيني بتايوان كجزء من أراضيها وعدم استبعاد استخدام القوى لاستعادتها وظل الإسم الرسمي لتايوان هو جمهورية الصين في حين أن البر الرئيسي أطلق عليه جمهورية الصين الشعبية اعتبرت واشنطن قادة تايبي حكومة الصين الشرعية ولم تكن هناك علاقة رسمية مع بكين قبل أن يتغير هذا الموقف عام 1979 وفي عام 1992 اتفقت الحكومة الطيوانية بقيادة حزب القومان تانج مع البر الصيني الرئيسي على أن يكون هناك صين واحدة من دون تغيير الواقع على الأرض في عام 1979 ألغت الولايات المتحدة برئاسة جيمي كارتر لاعتراف بجمهورية الصين وأقرت بحكومة بكين كممثل وحيد للصين ومع ذلك رفضت الاعتراف بسيادة الصينية على تايوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر